السلام كل هادراتكم مرة تانية تعالوا بقى نرجع نكمل كلامنا عن منتخبنا منتخب مصر وكاس الأمم الإفريقية وماتش مباح اللي كلنا فرهضنا وإحنا بنتابعوا لغاية آخر رسانية من فعلياته وفكرة الصعود لدول الستاشر عندنا كلام كتير هنتكلم فيه مع ضدتنا اللي منورنا الأستاذ سامح سمير الناقض الرياضي صباح الفول عليك أستاذ سامح صباح الفول يا أستاذ كريم أغمارك إيه كله تمام؟ فرهضت طبعا زينا في المتابعة فرهضت طبعا ما نمنعش مبارح من كتر التوطر اللي احنا فيه أكيد طبعا شفت إيه بقى في المرش؟ شفت إيه طبعا شفتنا حيات كتير جدا أو طلعت بإيه من المرش إيه نجاز التعامل والله طلعت إننا ربنا موجود يعني دي الحمد وشكر دلولة ساتروا علينا طبعا ودبروا لخواطرنا طبعا هي كانت تيه حاجات كتيرة أحنا ضايرة قول زي ما تقول انت مبارح ربنا سبحانه وتعالى وقف جنبك عدالة السماء وقفت جنبك بعض اللاعبين ترفع عنها ظلم مبارح إن هي تؤدي بشكل كويس وعلى رأسهم طبعا تريزيجي اللاعب المحنك المخضرم اللي لازم تقول عليه زي ما تقول مش شغل مبارحة بس ده رجل المنتخب الرجل اللي وصله كاس عالم 2018 لروسيا للناس نسياه مش محمد صلاح فقط اللي أحرز ركلة الجزاء ولكن أيضا تريزيجي اللي تسبب في ركلة الجزاء 2018 قبل ما تسافر لروسيا تريزيجي اللي جاب 16 هدف مع منتخب مصر إلى الآن منهم 8 مع فيتوريا لازم تقول زي ما تقول عن هذا اللاعب المخضرم اللي أستون فيلا خرج مبارح نديل إنجليزي السابق وقال هو ده رجل المواقف الصعبة تريزيجي اللي بيظهر في الأوقات الصعبة فطبعا مبارح الحمد وربنا ادى على قد النواية الطيبة للمنتخب ادى على قد دعوات ملايين المصريين مبارح إن المنتخب يصل مباراة عنق الزجاجة اللي انت ما حصل لكش الكلام ده من سنة التسعين ده كانت الزجاجة نفسها اه طبعا ده احنا على طول كده ما عدت معاك هنا يا كريم قبل كده وتكلم وقلنا احنا للأسف عندنا ثقافة عنق الزجاج لازم نلعب بعد عنق الزجاج لازم نبقى عندنا الموقف صعب ودي حاجة لازم تتغير في المنتخب لا دي ثقافة انت ثقافتك ان انت دائما رد فعل انت لست فعل تماما فهذه البطولة انت لست فعل من ايه لت امكانياتنا ليه ما نقدرش نكون فاعلين ومن اول لحظة ليه مش احنا اللي نضغط من اول لحظة ونحط المنافس في موقف حرج للأسف انت لم تلعب لم تاخد اي مباراة بتاريخك لم تاخد اي مباراة على اساس البطولات الموجودة في سجلك لم تاخد اي مباراة بتاريخ اللاعبين الموجودين في هذا المنتخب على رسول محمد صلاح وتريزيجيه وحجازي وكل كتيبة المنتخب المحترمة للأسف انت ما عندكش لم تظهر شخصية المنتخب في الملعب لم يظهر المستوى الحقيقي لللاعبين داخل الملعب لم يظهر فيتوريا بالشكل اللائق اللي كنا بنأمله وقلت هنا وحنا عديم مع بعض في قناة الاهلي ان الحكم على فيتوريا حيكون يوم الحساب بعد كائس الامم الافريقية لأن ساعتها حيبان المستوى الحقيقي للمنتخب الشكل الحقيقي للمنتخب انت واقف فين مع منتخب مصر هل انت تستحق الوصول لكاس عالم هل انت تستحق الحصول والتتويج بكاس هوم الافريقية بعد ما تيجي ما نستناش لغاية نهاية البطولة ونعمل جلسة محاكمة كده عداية دلوقتي مبدئيا في ضوء اللي انت شفته من فيتوريا في التلات مطشط اللي فيه لا نده ان نتكلم طبعا نده ان نتكلم بقلب جامد ونده ان نتكلم بسدر مفتوح عن فيتوريا طبعا فيتوريا للأسف لم يقدم اي شيء للمنتخب مصر حتى هذه اللحظة انا كنت رافت تماما الهجوم على فيتوريا ما قبل بضوط أمم الافريقية ورفضت ان انا انظر للالقام اللي حققها منتخب مصر سواء على مستوى تصفات المؤهلة الكاس عالم او تصفات المؤهلة الكاس أمم الافريقية او المباريات الودية وقلت ان المنتخب مصر لم يظهر بشراسة او على الاقل بالشكل اللائق اللي حد ما الا في مباراة الجزائر لا وصلنا لا انا بتكلم عن مباراة الجزائر الودية اللي كنت متقدم 1-0 رغم ما كنت كان مطلوب منك لعب لعبت بشكل محترم وقلنا شخصية المنتخب بتظهر في المباراة الصعبة طب انت النهاردة ما فيش هزار انت النهاردة في كاس أمم الافريقية انت النهاردة عايز تسعد الملايين انت النهاردة بتظهر شخصيتك امام العالم مش امام مقرر السمراء فقط والكل بيتفرج عليك والكل منتظر من اول الشناوي لحد محمد صلاح عشان المحدش يوعد بس يعود على محمد صلاح كل المسئوليات والناس اللي بيحب تركب الترين دونا نحن نتكلم عن صلاح لا 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 الحلقة كلها دونا نحن نكمل كلام عن دليل كلام كتير جدا عن محمد صلاح فانت للأسف لازم تحكم على فيتوريا درواتي بعد ثلاث مباريات في كاسهم الأفريقية شخصية المنتخب غائبة قدرات اللاعبين داخل الملعب صفر عندك اخطاء دفاعية بالجملة ما عندكش جملة تكتيكية واضحة او مفهومة داخل الملعب ما عندكش بصمة واضحة لروي فيتوريا مع منتخب مصر في الثلاث مباريات انت رد فعل انت رد فعل انت رد فعل ولاست فعل في بطول التنمية الأفريقية انت تقدمت على زنبيا بكرة من محمد صلاح ومصطفى محمد على زنبيق وفضلت لحد اخر المباراة فجئت بهدف التعادل سقطت اليقى البدنية الرتوبة كانت عالية جدا درجة الحرارة صعبة جدا في الكوتيفور فسقطت بهدف التعادل وفجئت بهدف التقدم اصبحت انت بقى رد الفعل اظهرت شخصيتك وعايز تتعادل وكي انك في نهائي الهم الفريقية امام الجزائر او المغرب او اي فريق صعب في البطولة تكمل اول المباراة التانية بالكربون يا حبيبي بالكربون تيجي تلعب امام غانا ايضا تتأخر بهدف امام غانا ثم تتعادل ثم يتم احراز فيك هدف التقدم يعني فاقل من دقيقة غانا ثم تتعادل انت بالعنى الالهية احنا ليه رد فعل ايضا في المباراة كابفيردي الوحيدة بقى اللي انت دخلتها عايز تكسب عايز تظهر شخصيتك عايز ترد على كامل انتقادات عايز تصالح جماهيرك عايز خلاص تتقاعل فيش هزار يا ايما هتروح مش صلاح بس اللي حيسافر ده انت كمان هتسافر عشان قادر ترتاح من البطولة وقابل يا حبيبي قابل بقى الانتقادات ويفتح النيران ومن حقنا محدش هيسكتلك في النهاية انت ايضا كنت رد فعل احرصت تعادلت معك فردي بعد ما تقدم عليك بهدف في غفلة كده من الدفاعات كالعادة في مرمى الشناوي الاعزل سيء الحظ تماما الشناوي اللي بنقوله سلامات بعد اصابة الكتف ان شاء الله الاشياء عطم مننا ان شاء الله موجود ويمكن صعب الشواء المباراة اللي جاية بس يا ربي مين عارف ما نقدرش نروحكم لحد ما يتعلن رسمي فانت في النهاية كنت رد فعل امامك فردي ايضا الى ان تقدمت على جفردي وايضا بالاخطاءة الدفاعية تم احراز هدف التعادل ووصلت بالعناية الالهية هل هذا هو منتخب مصر هل هذا هو مستوى منتخب مصر هل هذا هو المدير الفني الذي يليق بمنتخب مصر منتخب مصر لم يظهر سوى في الشوت الثاني امام منتخب غانا ومباراة كفردي لما الرجل اتجرأ لما اللعبة اتحررت لما لعبنا بشكل لائق لما الرجل اتجرأ يا سي سامح ولا تحس ان ماتش مبارح ده اليد العليا فيك للعيبة نفسها طبعا ده احساس تسلل لقلوب ناس كتير على فكرة بالمناسبة هي مش قصة ماتش انبارح فقط لا هو منتخب مصر ما بيلعبش اداء جماعي دلأسف منتخب مصر كله قدرات فردية ومهارية ومهارات فردية وكانت معطلة وكانت معطلة بسبب عدم التحرر عشان الالتزام بخطة فيتوريا عدم الجرأة عدم الشجاعة عدم اختيار تشكيل الأمثل انبارح هو راحل الإعلام انبارح سمع لطاقم الجهاز الفني انبارح أشخ مروان عطية وقعد النني خلاص بقى هو انا هنمروح مروح وقعد شكلها باسط ما اسمع كلام الجماعة خلاص بقى لا خلاص بقى أستندوا عشان أبطلت حاجاتكم مش عايزين النني عايزين مروان عطية قدي مروان عطية محمد الحمدي كفاء ينزل فتوح قدي فتوح زيزو ينزل مكان محمد صلاح ومحمد صلاح خرج من المنتقل وكمل أول انك انت تعمل الإحلال والتجديد بهذا الشكل وفكرة اعادة يعني او تغيير تمركز اللاعبين ما انت مبقاش عندك واحد مثلا مثلا زي محمد صلاح اللي هو أقوى جناح عيما على مستوى العالم وتغير له مركزه يعني فكرة ان انت بتفقد اللعيبة بتاعتك تلتين ان ما كانش أكتر من قدراتهم وامكانياتهم لمجرد ان انت غيرت مركزهم وبدون سبب واضح وما شفناش لهذه التغييرات اي انعكاسات طيبة او ايجابي يا اوساس كريم ان انت المنتخب مبارح لو مباراة مصر وكافيردي في دورة الستاشر ما كنتش هتلاقي الأداء ده من المنتخب كنت هتلاقي التحفظ هتلاقي الخوف من المنافس هتلاقي انك عامل له مئة ألف ومئة اعتبار ازاي ده كسبان غانا وكسبان موزنبي وعمل قصص وطلب العلامة الكاملة وكنت هتديله هيبك العادة احنا عندنا ثقافة خاطئة وانا قلت نعمل عليها اكس ابل كاسومة افريقية انت كبير عيب انت بطل افريقيا عيب انت بعبو على القرى الصمراء عيب انت لازم تروح تكون انت الفعل لازم تهاجم من اول دقيقة لازم تفرض شخصيتك من اول دقيقة لازم نلاقي جملة تكتيكية وفنية داخل الملعب لازم نلاقي تغييرات في الملاكز ونلاقي اكثر من لاعب فاكثر من مركز واختيار التشكيلة المثالية لازم نلاقي اللعبة متحررة زي ما شوفنا امبارح لكن انا امبارح احس ان انا عندي منتخب في المباراة الاخيرة في المباراة اللي انا عايز اطلع من العلق الزجاجة عشان اتأهل طب كنت فين ما عملتش هلزة المغرب في اول مباراة وكسبت بالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة على موزنبيق ما عملتش ليه امام غانا وفست بعدما لعبت غانا امبارح موزنبيق بتتعدل معها اتنين اتنين وامامك فرصة لفترص غانا لما تحررت امام غانا واحرصت هدف التعدل وجيفك هدف في نفس الديئة تعادلت تاني مع غانا الحقيقة على ذكر موزنبيق احنا لازم نروح ناخد لعيب لعيب منهم بالحضر اه طبعا بحضر ده وصل من هنا ووصل من هنا عملوا بعنا جزة العمر طبعا عملوا واجب كبير انت في اول عشر دقايق انت بتتابع نتيجة غانا غصب عنك ده ركلة جزاء لغانا وبتتقدر قلت خلاص بقى غانا هتفترس موزنبيق ومش هيسيبه الفرصة وانت هناك تأخرت بهدف امام جافردي يا سعد يا هناء النجوم السوداء انهما حيتأهل وحقوم فريقه منتخب كبير جدا ولكن موزنبيق تفجأك بعد الهدف الثاني لغانا وترقل الجزاء لغانا تلاقي هدفين لموزنبيق ويتعادل تنتهي المباراة وانت لاح تكسب جافردي ومصر انه كانت تتحط في حزبة برما وتتعادل مع جافردي برضو في اخر ديئة فصعب جدا يا جماعة صعب ليه بنروح للمنطقة دي فين المنتخب فين المدير الفني القوي فين اتحاد الكورة فين امكانيات اللاعبين داخل الملعب فين التحرر داخل الملعب صعب جدا امور صعبة جدا وحرق الدم الشعب المصري مش ببلاش اكيد تعالى بقى طالما ذكرت الاتحاد الكورة فين اتحاد الكورة الاتحاد الكورة يعني كان حاضر بقوة في احاديث وفي فوستات كتير قوي من المصريين على مدار الولايين اللي فاتوا فيما يتعلق بيه مسألة محمد صلاح اللي عايزين نقف عنده شوية بمجرد بنرجع من الفاصل ده هليك معنا بجدد التحية لكل حضراتكم وبجدد الترحيب بالاستاذ سامح سمير اللي منورني في حلقتنا النهاردة ونسعد دايما موجودوا معنا ناقد رياضي مختلف وليه رؤية دايما مختلفة ونظرة شمولية كده بنبسط جدا لما بنعرف منه كل تفاصيلها بكل مرة بينورنا فيها أستاذ سامح أهلا بيك مرة تانية أهلا بيك بس كريم أشكرك على التقديم لا هذا إقرار للواقع وضعي مش مجملة محمد صلاح واللغة الكبير اللي دار حوالي محمد صلاح من اللحظة اللي قاعد فيها على أرضية الملعب ولبس حجازي شارت الكابتن وفكرة وعلى ذكر اتحاد الكورة بقى يعني فكرة إن الناس كتير قوي كانت ما بين مستاءة وما بين مندهشة من فكرة إن إحنا نسمع عن سفر صراح إلى ليبربول من يورجن كلاب في المؤتمر الصحفي اللي كان بيعمله بعد مباراته مع بورن مولت في فينجلترا وما نسمعش ده من الاتحاد المصري لكرة القدم الملف ده عايز تقول لنا فيه لا طبعا خلينا نتكلم الأول بصراحة عن محمد صلاح طبعا في حاجة غريبة بتحصل في الكواليس ما حد شايفها وما حدش عارفها سواء من قبل المشاككين في محمد صلاح من خلال اللي بيخونه محمد صلاح من خلال اللي شايفين إن محمد صلاح لا يستحق ارتداء تيشرت المنتخب مصر أو إن الراجل بيخاف على رجليه أو إن الراجل ندقات وجهة الاتحاد الكورة عندنا عشان ما يخليش محمد صلاح يشارك بعد كده مستقبلا مع المنتخب المصر لأ بص خلينا بنتكلم بصراحة يعني أنا عايزة السؤال أنت عندك كم لاعب جي في تاريخ مصر زي محمد صلاح عندك كم لاعب دلوقتي في العالم زي محمد صلاح وكيف يتم التعامل مع كريستيانو لونالدو وميسي اللي أنت لازم تبص لهذه الثقافة في التعامل مع محمد صلاح إحنا للأسف ما بنعرفش نتعامل مع الرموز للأسف إحنا بنعرفش نحافظ على الرموز بنعرفش نحافظ على كيان بعض أو نتكلم عن محمد صلاح الحديد اللي محدش غيره جي في تاريخ مصر بهذا الشكل مع احترامي لكل الأجيال اللي جات في تاريخ مصر وتحترم ولكن محمد صلاح حالة فريدة أسطورية تاريخية خاصة من طراز أوروبي عشان بس نبقى صرحة أنت بتتكلم عن هداف الدوري الإنجليزي بتتكلم عن نجم ليفربول اللي بيتغنب اسمه في أوروبا وليس في إنجلترا أو في مدينة ليفربول فقط فاحنا عندنا مشكلة يا جماعة احنا عندنا أزمة لما أصل لمرحلة أننا أخون محمد صلاح لما أصل لمرحلة أننا أقول أن هذا اللعب لا يستحق ارتداء تيشرت المنتخب مصر داعيب يا جماعة لما أصل لمرحلة أننا أقول أن الراجل هرب من المباراة وهرب من المنتخب والراجل سابنا في أزمة والراجل بيدول على مصلحته والراجل اللي هيرجع للإيفربول بالدفاع مع يورجين كلوب يا جماعة من الطرات رئيسة صاحبة اللي بيحصل داعيب اللي بيحصل داع كارثة بكل المقاييس كارثة احنا مش موجودين كل واحد قاعد في بيته مش داريان بالمنظومة ولا داريان بالحكاية وسايب المنظومة الرياضية في مصر ما ينتقدهاش وسايب التحاد الكورة ما ينتقدوش وسايب فيتوريا ما يتكلمش على الراجل اللي ليه شكل ولا لون ولا طعم ولا ريحة ما ينتقدوش وسايب لعبة المنتخب الوطني كلهم ما يتكلمش عنه وماسك محمد صلاح محمد صلاح هو سبب الهزيمة في الهزيمة ومحمد صلاح هو جزء من الفوز في حالة الفوز ونفس الشخصيات اللي بتسقف لمحمد صلاح حشان تركب الترند هي نفس الشخصيات اللي بعدها بربع ساعة لما يحصل موقف من صلاح يهاجموه يقولك انه لا يليق بانه يلعب باسمه منتخب مصر فانا بحسد الراجل انه ظهر في المؤتمر الصحفي بيدحك واحد الصحفيين المحترمين ابن بلده اللي طالع يتكلم معاه امام العالم وطالع يتكلم معاه امام الصحف الافريقية والاوروبية والعالمية ويقوله انت هناك اتهاب او هناك تساؤل انت ليه ما بتلعبش لمنتخب مصر زي ما بتلعب لليفاربول يا جماعة عيب يا جماعة عيب انك تحرج لاعب بهذا القدر امام العالم انك تسأله سؤال زي ده وانت ابن بلده بدل ما تكلمه عن المباراة وكيف يستعد للمباراة وكيف يؤازر لعب المنتخب وكيف ندعب منتخب مصر وكيف تصير يدرس 16 ان انا هاخد الراجل في مسألة شخصية فحاجة عشان اركب تلنت اواخد تصريح احرج الراجل يقوم صراحي يقابلها بابتسامة ولا جماعة انا جزء في منظومة وانا عيب وده منتخب مصر مش منتخب محمد صراحة لحد تعالى هو قالها بما اني حسيت ان انت ضغطك بيعلى لما فتحنا الملف ده دلوقتي تعالى نستهدى بالله كده وتصلي على سيدنا النبي عليه وعليه وعليه وناخد فكرة كده معاك عن الرسالة اللي بعتها جمهور النادي الاهلي في دولة الامارات الشقيقة للعيبة المنتخب المصري بعد انتهاء مباراة المصر ياريت ياريت تابع معاك تبقى شاشة قناتنا دلالي في كل مكان من هنا من ارض الخير ابناء زايد الخير من الامارات العربية المتحدة خليني يبركلك على صعود منتخب مصر تعادلوا النهاردة بتعمل الانتصار الصعود الى المرحلة التالية في بطولة امم افريقيا معانا مجموعة من الجماهير النهاردة رصدنا فرحتهم بصعود المنتخب المصري جانب من الجماهير المصرية وايضا اخواتنا واشقائنا هنا في دولة الامارات العربية المتحدة خليني في البداية رحب بحضرتك على شاشة قناتنا النادي الاهلي نقول مبروك لمنتخب مصر شفت المباراة زايد ومين ابرز اللاعبين اللي لفتت نظرك النهاردة في اداء منتخب مصر والله اوش يبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بفوزها والتهى المنتخب المصري والله كان افضل لاعب صراحة اليوم كهرباء كهرباء صراحة غير مجرم باريات بعد ما ادخل تريسي جاء برضو واحد من اللاعب اللي صنعت الفارق مع المنتخب في الشوت التاني نعم صحيح صحيح فرق فرق بشكل كبير صراحة لو عايزتوا الرسالة للاعب المنتخب مصر خلاص المرحلة الجامعة مرحلة صعبة جدا تقولهم ايه والله نتمنى 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 البطولة صراحة وفرحاتكم من فرحاتنا وما في الشاكة مصر الاماراتي والاماراتي مصري شكرا وخليني اروح بقى الجانب المصري عايزة راحب بحضرتك في البداية مباراة صعبة وظروف صعبة تعادل بطعم الانتصار بطعم الفوز نقفل الصفحة ونقول مبروك وعندنا مرحلة تانية صعبة جدا طبعا مبروك 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 المنتخب مصر هو الحمد لله طبعا مبروك كان صعبة جدا النهاردة بس هو الفريق برضو الجبل الاخضر ما كانش سهل قبل خالص يعني بس فعلا فعلا تريسي جاء هو رجل مباراة يعني فعلا اول من الناس لعمل تأثير جامد جدا هو امام عشور برضو هم يمكن ابرز اتنين كانوا ممتازين في المباراة عايزة روح لحضرتك واسألك يعني ظروف صعبة بما قبل المباراة احداث وظروف لكن دايما راهنا بيبقى على رجول تلعاب المنتخب المصري اعتقد النهاردة اللعيبة كلهم ما فيش حد اثر كانت المباراة النهاردة هي رسالة لرجول تلعاب المنتخب مصر بصراحة هو من اول المتش واحنا عارفين ان المنتخب نازل يقاتل المأتول عمل اللي عليهم لعبه كواس جدا التغييرات كانت حلوة رزيجية احسن اللعيبة في مصر اخر اربع سنين مصطفى محمد تغييرت مصطفى فتحة كانت متأخرة اوي لعيب زي ده مش محفوظ الناس ما يعرفهوش عنده مهارات لو نزل من بدل كان مفوظ تغير الموضوع اكتر من كده بس الحمد لله قدر الله مشاء فعل ودايما بيعودونا زي الفرق كبيرة انا كذا مالكاوي من قناة النادي الاهلي بقول ان منتخب مصر معانيش وعلش بقول ان منتخب مصر في التعصر اللي حصل في ده دي بشرة خير وانا متأكد ان هم هيكملوا الانهاية ان شاء الله بروح الناس اللي موجودة دي وكل اللعيبة رجالة 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 وربنا يا رب يكرمنا دايما النهاردة المنتخب لعب حلو جدا بصراحة بغض نظر عن المتشن اللي فاتوا النهاردة كانوا رجالة جدا وبغض النظر عن النتيجة عملوا اللي عليهم جدا 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 كل اللعيبة حلوين وكل اللعيبة عملوا اللي عليهم وانا بحيي محمد صلاح طبعا نجمع عالمي غصبا عن اي حد نجمع عالمي ولازم كلنا نحترموه واكيد هو طبعا مصاب فانا بحييهم كلهم النهاردة كانوا ابطال وكانوا رجالة ويستحقوا طبعا ان هم يتأهلوا الدور التاني مبروك لمصر عايزة اروح لحضرتك اللي جاي شايف اللي جاي ازاي خلاص انت بتصعد تاني للمجموعة امور محسومة شايف المرحلة اللي جاي تبقى ايه ايه اللي محتاجين نعمله ونقوله للعيبة خلال الفترة اللي جاي والله انا شايف ان المباراة اليوم كانت مباراة كوي جدا انا شايف ان رجل المباراة هو ترزيجي بصراحة مصطفى محمد ضيح فرص كتير جدا ولكن لازم نركز في اللي جاي فرصة كويسة جدا ان احنا تأهلنا طبعا ولكن انا عارف ان تأهل لصعب جدا ولكن نركز في اللي جاي نركز في اللي جاي مهم جدا ان احنا ناخد كل الاراء وكل الاجواء الرسالة اللي عايزة تقولها اللعاب المتخبى مصر النهاردة بعد الصعود ونقولهم ايه للفترة اللي جاي لا اهو ما فيش رسالة بس هو المطش النهاردة كان حلو قوي ولو فضلوا ان شاء الله بنفس المستوى ده ان شاء الله ربنا مش هيدايع تعبهم وحيتأهلوا باذن الله ان شاء الله على نفس المستوى ده اكتر اللعابين اللي شفتيه لفت النظر النهاردة ادى دوره واحد من اللعاب اللي تعتبرين جوم المباراة النهاردة تريزي جاي وكهرباء قولي النهاردة شايف اللي اختلف في اداء منتخب مصر النهاردة وهدي انا شايف ان تريزي جاي تم اختيار رجل المباراة هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الأول انا بحيي الشعب المصر الكله على المكسب الغالي ده لان المباراة دي فعلا بيينت لنا ان الكورة لها معنى الكورة لها معنى بايه في البداية انا عايز اتكلم على محمد صلاح محمد صلاح خارج الملعب ادى دفع للعيبة كل واحد عايز يبين نجوميته تمام فكل واحد من اللعيبة ظهر بمثال قوي فانا بقول لتلات لعيبة استمروا عن نهج ده مروان عطية محمود تريزي جاي العالمي العالمي ده ما يتقلش عليه غير عالمي محمود تريزي جاي ده ما يتقلش عليه غير عالمي لانه فعلا عالمي واللعيبة التالت طبعا مصطفى محمد احسن 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 تلات لعيبة في المباراة فانا بحييهم وبقول لهم استمروا وان شاء الله اللي جاي افضل مرحلة اللي جاي مرحلة صعبة ويعني ممكن روي فيتوريا ما كانش في بعض الانتقادات وجات روي فيتوريا قدر منتخب مصر دايما انت بتلعب على البطولة بتقدر تقولي النهاردة قدر ان هو يعني نقول تتوافق اختياراته مع بعض اراء الجمهير اللي كان بتنادي ببداية مروان عطية في المباراة تريسجي ياخد وقت اكتر مروان عطية النهاردة هو ابتدى به لان محمد اني مش قادر يعمل الدول اللي بيعمله مروان عطية وان هو يسقط ما بين المدفعين ويطلع بالكورة فهو النهاردة مروان عطية كان بيوزع العاب بشكل عالمي مروان عطية فعلا فعلا زي ما بنقول ان تريسجي رقم واحد في المنتخب وهو فعلا رقم واحد في المنتخب لو رجعنا بمطش الكونغو كاس العالم هو تريسجي الفارق النهاردة برضو تريسجي هو الفارق طبعاً ترسجية عالمي لازم يبقى موانعطية نقطة أساسية في المنتخب يبدأ كل مطشي لازم قولي لإسمك إيه؟ مكة مكة عايزة تقولي لمصر الأول تقولي المنتخب مصر النهاردة مبروك بقى أنهم صعدوا تقولينهم إيه؟ آآ هل تسمع كلمة مبروك بصوت عالي؟ مبروك لمصر ماشي أنا بحب الأهلي ماشي طبعاً لازم تحب الأهلي ويدي أيني؟ وبحب مصر أنت لابسة أحمر عشان النادي الأهلي وعشان مصر؟ آآ عايزة تقولين لعبة منتخب اللي كانوا رجالة النهاردة وأعتقد يعني هو تعادل آآ ولكن اللي جاي أصعب واللي جاي أهم نقول لهم رسالة مهمة كتير جداً هو طبعاً تعادل بمعنى الفوز اللعبة كلها تعبت من تحت اللي قدام من الدفاع من الوسط المرانة عطية لمحمد عبد منعم لأحمد حجازي كلهم رجالة كلهم روحهم كويسة ده منتخب مصر احنا تعودنا طبعاً على مدار الأسور المنطقة بمصر بيقدم كرة كويسة جداً لعيبت وعندها روح اهه اه اتعصرنا في الأدوار فيما قابل في البطولات اللي عبل كده بس بنقضي بطولة بنكسب بنعدي اه اه اعدنا مرحلة هنبص اللي بعديها اعدى الماتش الماتش خالص هنبص اللي جاي واه اه احنا يعني سيقاتنا في لعباتنا كتير جداً تحياتنا لزمنا العزيز فاروق صراح على الشغل الممتاز اللي هو عامله من الإمارات وتحياتنا للشعب الإماراتي كاملاً اللي دايماً الحقيقة بيكون دايماً مساند ومشجع لنا بما يتماشى مع المحبة المتبادلة بين الشعبين وتبعاً تحياتنا كمان لكل حبابنا المصريين المقيمين في دولة الإمارات الشقيقة واللي كتير جداً منهم يبعدهم ملخصات الحقيقة يعني سواء في التشكيل في طريقة اللعبة في الأسماء اللي تلعب والأسماء اللي متلعبش وضعي لو روي في طوليا كان سمعك كلمتين دول من الأول كان الحال بقى غير الحياة أحسن مننا والله يا كريم مش كده وضعي زي الفول والله أحسن مننا هذا مرة مدرأة مدين زي الفول أحسن مننا بيت مرة أولاً طبعاً لفتة طيبة جداً جداً قرأت لأهلي تبقى بالذكاء اللي خالها تستغل معسكر لأهلي هناك في الإمارات شوال يرجع بالسلامة برضو هنكلم لأهلي بقى لما يرجعوا ويبقى ربنا معاه في البطولات اللي جاية المصريين اللي عادين هناك وبيؤذلوا المنتخب وقرأهم أدي اتنين دي حاجة حلوة جداً لو بصيت على الكلام مصطفى فتحي لعيب قال لك أنا بسمي الولد الشائي وفعلاً طريقته مش محفوظة لسه في الملعب فسهلاً أنك تستفيد بيهم بارح فعلاً أنك تأخرك لازم ينزل أقصاها ديه ستين أو خمسة وستين مصطفى محمد ترزيجي عالمي طبعاً دي رسالة ولا يجلس بديلاً دي حقيقة مصطفى محمد أنك تبتأى مبارح عندي في الجنة لا يجلس بديلاً ترزيجي نهائياً دي رسالة مصطفى محمد أنا شايف أنه هو ماشي على خطة حسام حسن لسه بينقصه الخبرات لسه عاوز يقلل من تصرعه يقلل من تدخله حتى ما لعبته سعب يخش معه لعبته عشان ياخد الكرة طبعاً هو عشان نفسه أنه هو يعمل حاجة المنتخب لكن ممتاز جداً لعبت المنتخب مبارح ودي رسالة مهمة جداً كانوا رجالة وروحهم عالية جداً ونأكل تهلك في الفاصل بالروح والأداء الرجولي ده تصل للنهائي بل ممكن أنك تأخذ البطولة ما تكلمناش عن فيتوريا ولكن لازم نقول أن فيتوريا إحنا لازلنا داعمين لي ولازلنا داعمين للمنتخب عاوزين ناخد البطولة وإحنا أول ناس حنسقفلك أمام الكاميرات ونقول أنك تكمل وتستمر مع المنتخب ولكن بشرط إيه هو ده؟ أنك تتعود على الجرأة اللي بدأت بيها مباراة الأمس أنك تتعود على تغيير المراكز والتغيير اللي شفنا في اللاعبين بهذا الشكل مرموش يلعب ترزيجي ينزل زيزو ينزل مكان صلاح لا زيزو يسحبه في وسط الملعب ويرجع بترزيجي يلعب قصاد عمر مرموش يلعب فتوح ويغيره مكان محمد حمدي ثم يعود الاعتماد على محمد حمدي مروان عطية يعمل الدور الغيب عن محمد النيني اللي أنا شفت وقلت ولازلت بقولها أنني هيقعد كتير جدا على دكة البودلاء إذا لم يحدث الفرق داخل منتخب مصر لإن المستقبل لما روان عطية إمام عشور كان ولا أحلى حجازي مبارا عمل أسست رائع لترزيجي ترزيجي عمل أسست ولا أحلى لمصطفى محمد مبارا كان فيه أداء فردي ومهاري ورجولي وروح عالية جدا من اللاعبين توصلهم للنهائي آه ولكن نتمنى بقى هنا بتاتش روي فيتوريا الفترة اللي جاية ونحن نشوف مدير فني جريء شجاع شايف إمكانيات لعبته قادر يوظفها في الملعب عشان يستعد المصريين وللأمانة برضو كلمة حقق لازم تتقالي الروح اللي كانت موجودة من اللاعبة الحداشر الموجودين في الملعب كربونتها موجودة عدد كبر يعني يمكن كهرباء كان الكاميرا ظهرته أكتر من مرة لكن الروح اللي كانت موجودة عدد كبر في الملعب حتى محمد صلاح مبارح طبعاً اللي ناس الكاميرا طبعاً رايحة معاه وبتجيبه شوف انفعلات صلاح لما بدخل فيك هدف وشوف فرحته لما جبت هدفه الثاني جماعة بتتكلم في محمد صلاح عيب عيب اللي فات في البطولة دي حمادة واللي جاي حمادة ثاني خارس مستوى ثاني خالص من المنفسين يستدعي ان احنا لازم على حد تعبيرك او ممكن انا غير المفرد ان احنا نشرس روي فيتوريا اكتر من اللحظ ان فيه ناس كتير حتى كانت وصلت على فكرة بس على صعيد السوشيال ميديا ان فيه ناس كانت مستفزة من الهدوء اللي هو كان بيبقى واقف به على خط الملعب مبرد هدوء ده كان مستفزة الناس كتير بص هو احنا عشان نيفل ملف صلاح لان احنا خلاص لان اجابك على فيتوريا اه عشان نيفل ملف صلاح الاول نتمنى ان احنا ننسى بقى محمد صلاح مسافر خلاص ليفر بول وحيقضى لعملية تأهيل مكثفة جدا وعندهم امل ان نلحق بمباراة تشيلسي وارسنل في الدورة الانجليزي وفي نفس الوقت احنا عندنا امل وطبعا ليفر بول خرج ببيان مبارح ان بعد تأهل مصر احنا ممكن نرجع صلاح في المباراة النهائية وقبل النهائية على حسب ان الرجل محتق طبعا 20 يومنا صعب جدا استعيب لما نطلع نعرف من التايمس او نطلع نعرف من ليفر بول او نطلع نعرف من كلوب حقيقة اصابة محمد صلاح حتى لما تقال ان التشخيص نفسه خاطئ بالتالي فترة التعافي اللي كتبت في التقرير خاطئة طبعا يا جماعة دكتور ابو العلا مش قليل دكتور ابو العلا كبير في المنتخب مصر وطلع من بارح قال انا محدش يعلمني ان انا اتكلم ازاي او اشخص ازاي لك ان انا مش لازم اقول تفاصيل اصابات اللاعبين ومش لازم مش مخول لي ان انا اقول كل حاجة بس برضو عيب عيب ان انا اعرف من يورجل كلوب ان صلاح مسافر على انجلترا والارتحاد من مصر كرة القدب بأجل لما بعد مباراة كافيردي انت بخبي على مين بخبي على الشعب المصري اللي بيتصيد الاخطاء اللي بيوقف على كل كلمة البعض فيه باشونه الشعب يقولونه ان الشعب متفتح وبيفهمه لكن البعض بتصيدك الاخطاء البعض منتظر ان هو يخون ويشكك وينتقد ويقول عن محمد صلاح ان ده هرب ده ماشي ده رجع انت بترسم سيناريو هو الاسوأ في طريقك وفي طريق محمد صلاح ان انا اعرف من ليفربول ان الراجل مصاب وحييت اصابته ومعرفش منك ان ده روح لجريت التايمز اللي بتكتب ان صلاح عنده تمزق بسيط في عضلة من العضلات التلاتة اللي بتشكل اوطار الرجبة ده منطق الخطور يا جماعة ومعرفش منك انت انه تطلع ببيان كالتحاد كرة ان صلاح مسافر بعد ما اعلن يورجل كلوب واعلن ليفربول عيب اللي حصل مبارح انت مسؤول فيه الحالة التوتر اللي كان فيها الشعب المصري انت مسؤول فيه الحالة النفسية السيئة اللي اكيد عاشها محمد صلاح انت مسؤول فيها لكن خلاص نقطة ومن اول السطر ننسى اللي بيحصل ولكن نتمنى اننا نتعلم الشفافية يا جماعة مع الاعلام المصري ومع الشعب المصري وفتعاملك مع الامور نادي الانجليزي خرج بمنتهى الدم البارد الانجليزي وقال لك صلاح مصاب وحيرجع وحييجي وعنده كذا وعنده كذا ما تتكلم ما تطلع ما تقول هنفضل لحد امتى نخبي هنفضل لحد امتى من خاف هنفضل لحد امتى من نتوتر يكونوش حبو يعبروها لنا مفاجأة مفاجأة مين محمد صلاح عارف انه مصاب اللعيب في المنتخب عارفين انه هو مصاب الجهاز الفني باللاعبين بانتحاد الكورة عارف انه راجع انجلترا ليه ما تبقاش صريح مع الاعلام المصري وصريح مع الشعب المصري عشان ما يشاككش فيك عشان ما يروحش يشاكك محمد صلاح عشان ما يروحش يقول هو ايه الحكاية هو هرب ولا ايه لا في البطول احنا خارجين منها خلاص بقى نقلفت بجلدي عيب يا جماعة عيب انت وصلتم مرحلة شوفوا صلاح انبارح على الشكل العمل ازاي شوف المنتخب انبارح الاداء رجوك العمل ازاي شوف مصطفى محمد بيحتفل بتيشرت محمد صلاح ازاي بعد ما جاء هدف الفوز او هدف التاني البعض من الجماهير شافت ان المستوى بالاداء اتحسن بكتير لمجرد خروج صلاح انت متخيل ده انت متخيل كمان ان هو بقولك اللعيبة تحررت بعد خروج صلاح وما خروج مساجين انا هي سفب هي اللعيبة خروج مساجين لعص تحنا غيرنا ونزل نزيزه ومصطفى فتحي لغن صلاح وجود وكان مخالي اللعيبة دي ما تنزلش يا جماعة عيب انتقدوا محمد صلاح في الملعب قول ان هو وحش قول ان هو لا يليق بهذه المباراة قول ان يعد على دكة البودلاء زي ما عملت معانيني وزي مع اي لعب انا لست ضد انتقاد محمد صلاح من اول الشناو لحد صلاح داخل الملعب لكن نصل لمرحلة التشكيك نصل لمرحلة التخوين نصل لمرحلة الهروب عيب يا جماعة انضجوا وحبوا مصلحة مصر ومصلحة رمز زي محمد صلاح المرحلة اللي جاية بقى أفراد نرجع بقى فيكتوريا حتى بعيدا عن فيكتوريا بكتوريا بقى بشكل عام لان احنا فضل عندنا دي على نهاية الحلقة تعال نستغل الدقيقة دي في ان انت توجه رسائل لمين وتقوله فيها ايه بص هوجه سريعا كده هوجه رقم واحد لفيتوريا طبعا لانه هو الحاكم بأمر في منتخب مصر من فضلك من فضلك من فضلك تعلم من المباريات الثلاث المهمة جدا والخطيرة جدا في تاريخ منتخب مصر اللي ما حصلش من سنة التسعين انك تتعادل فيه ثلاث مباريات من كاسهم الأفريقية اللي اتظر عنها محمود الجهري عشان مشاركته في كاس العالم رحمة الله عليه احد اهم الانجازات على مستوى تاريخ مصر تعلم التشكيل الامثل لمنتخب مصر في المباريات القادمة تعلم الجرأة والشجاعة اللي لعبت بيها في الشوت الثاني امام غانا وانبارح في مباراة كافيردي من فضلك اعرف قيمة منتخب مصر وحرق الدم الشعب المصري عشان تقدر انك انت تصل بهذا المنتخب للمباراة النهائية وحنسقف لك انت قادر والمنتخب قادر وروح اللي شفناها مبارح قادرة ونقدر نسقف ونقول لك الله عليك احنا لقينا ضلتنا في فيتوريا يا سلام ياريت نلاقي ده فدرقم واحد فيتوريا هبتدي بالشناوي اقول له سلامات ترجع بألف سلامة انت سيء الحظ تماما في هذه البطولة بسبب الاقطاع الدفاعية والخمسة المصري انه لعبك خط دفاع في منتخب مصر وانت ابتعدت كثيرا بسبب الاصابات محمد الدمنعم الرجل الاول في خطة منتخب مصر تستحق وطليق مروان عطية فرصة من ذهب تستغلها امام عشور الولد الشاي الجديد في منتخب مصر تستحق المكان الافضل في منتخب مصر هنكمل بس بسرعة مصطفى محمد على خطة حسام حسن وبقولها ولكن ركز عشان تقدر تكون من الاعمال الاساسية انت المهاجم الوحيد الاوحد حتى الان في مصر مش في منتخب مصر فقط بهذه القدرات محمد صلاح لا تنظر الى الخلف لا تنظر الى الانتقادات لا تنظر الى التخوين لا تفكر في الاعتزال دوليا سستمر في قيادة منتخب مصر تريزي جي اتزلمت كثيرا 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 ركز داخل الملعب انت احد العناقيد المهارات من طراز اوروبي داخل منتخب مصر نتمنى العودة بالكأس ونيجي هنا ان شاء الله نحتفل كلنا بس نمشي على خطة مباراة الامس الرسالة تانا بقى لك كلها شكر وامتنان لوجودك معنا في حلقتنا النهاردة شكرا جزيلا لك واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا بكل مكان على حسن المتابعة حلقتنا النهاردة بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء يوم جديد وحلقة جديدة وعشر صبحة الاهل صباحة بقول لكم